مرحباً نقسم ثلاثة النقاط أو ثلاثة المستوى النقطة الأولى مرتبطة باختصاص باختصاص القيمي أي قيمة النزاعات التي يجب أن تعرض على محاكم الابتدائية أو التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية والنقطة الثانية هي الاختصاص النوعي أي نوعية القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية والنقطة الثالثة وهو الاختصاص المحلي أي الدائرة القضائية والجغرافية التي تخص فيها كل محكمة ابتدائية على حذر كانت تحدثه أندك على الواحد وسبعين محكمة ابتدائية وكانت تحدثه على كل محكمة ابتدائية على حذر شنو هو الاختصاص دينا المحلي أي الدائرة القضائية لاختصاص المحكمة الاختصاص النوعي هو الاختصاص القيمي قلنا بأن المحاكم الابتدائية تختص واحد ابتدائيا وانتهائيا في القضايا التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم عن ايش عشرين ألف درهم عن خمسة ألاف درهم هو اختصاص قضاء القرب كتبت فيها ابتدائيا وانتهائيا قلنا جوز بأن المحاكم الابتدائية تختص ابتدائيا مع حفظ حقي للسئناف أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في كل القضايا التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم يعني كان بدوها في المحكمة الابتدائية وما كان استأنفوش محكمة استئناف كان استأنفوها أمام المحكمة المحكمة أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية وقلنا بأنها كذلك المحكمة الابتدائية تختص ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم ديالاستئناف في كل القضايا المالية التي تتجاوز قيمة النزاع حولها عشرين ألف درهم يعني جوز بالمليون وتختص المحاكم الابتدائية قينية في كل القضايا التي لا قيمة مالية لها تختص فيها ابتدائيا وانتهائيا تختص فيها ابتدائيا فقط مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم بالتالي هذا يسمى الاختصاص القيم وعلى اسمية القيمة لأنه من قيمة المناجعة المعروضة عن القضاء لهذا اسمية الاختصاص القيمة الاختصاص التالي وهو الاختصاص النوعي وهذا الاختصاص النوعي قلنا شنو هي القضايا التي تختص فيها المحكمة الابتدائية أي ما هي نوعية الاختصاص أو ما هي نوعية القضايا التي تبت فيها المحاكم الابتدائية وقلنا القاعدة التي تشتون تعقلون هي أن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة شنو كان قصده بالولاية العامة أي أنه ما عندنا ما يمكن تصوره فقهيا أو واقعيا لا يمكن أن نتصور أي نزاع لا توجد محكمة مختصة به ويمكن تصور كذلك نظريا بأن كل النزاعات يجب أن تدخل أو تذهب إلى المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولايات العامة بالتالي اختصاص لمحاكم التجارية والمحكمة الإدارية هو اختصاص حصري واستتنائي في بعض القضايا بينما كل القضايا تجارية القضايا العقارية قضايا الأسرة قضايا التجارية تختص بها المحكمة الابتدائية هذا بشكل عام هي هذه القاعدة وبطبيعة الحال تحدثنا عن المادة 18 من قادم المستر المدنية والذي يعطي الاختصاص للمحاكم الذي يقر هذه القاعدة أي قاعدة الاختصاص أو قاعدة أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولايات العامة المحكمة ابتدائية تصدر أحكام ابتدائية وانتهائية في القضايا التي تقل قيمتها عن 5000 دم أي أن النزاع لا يقبل الاستئناف وتصدر أحكام ابتدائية مع الحفظ حق الاستئناف ما هي مسألة تلقائية هو مسألة مرتبطة بإرادة الأطراف مثلا أنا أصدرني حكم وقيمته المالية تتجاوز 20 ألف دم وأنا المتضرر من ذلك الحكم وأديت تلك ذلك التعويض وما بغيتش نستأنف ولكنه هو حق أحتفظ به يمكن أن أعمله ويمكن أن لا أعمله هذا الحق هو حق للأطراف وكذلك حق للنيابة العامة التي يمكنها أن تستأنف بعض الأحكام الصادرة هذه الأحكام يجب أن تكون قيمتها تتجاوز 5 ألف درهم ويجب أن تقل عن 20 ألف درهم تقبل السئناف أمام مغور فالسئناف هي بالمحكمة الابتدائية إذا كانت تتجاوز 20 ألف درهم فهي تقبل السئناف أمام محكمة الاستئناف بالتالي هذا هو على شك نقول حكم ابتدائي وحكم نهائي على حسب قيمات النزاع النقطة الثالثة التي سنكمل بها ما تناولناه في المحاضرة السابقة وهي الاختصاص المحلي هذا الاختصاص المحلي هو مرتبط بكل محكمة ابتدائية على حدة أولاً المحاكمة ابتدائية هي تغطي كل تراب الوطن تغطي كل المناطق دي المغرب ولكن يدخل في اختصاص كل محكمة ابتدائية على حدة أو قد نهدر عن المحكمة ابتدائية هي محمدية يدخل فيها نفس القضايا التي تعرض على كل المحاكمة المغرب من حيث الاختصاص القيمي ومن حيث الاختصاص النوعي ولكن كتلبط فقط في القضايا التي تقع داخل الدائرة القضائية هي المحمدية شنو هي القاعدة العامة؟ كيف نحدد الاختصاص المحلي للمحكمة؟ ثم ستكون محامي ومحاميات من يمكن عندكم مocy Summit فيين ستمشوا وترفعون؟ بعدها ستجدون من مياب الروح ما هو يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية أم نün iki subject ام نحكامة الادارية ما الذي ستحدده با أنه يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ؟ ونحن نرى ما ستس ľ Davidson بما ستسد كل المحكمة الابتدائية هالصفرة ولا غدين ديوا المحكمة الابتدائية بالضرب أيضا ولا غدين ديوا المحكمة الابتدائية بالمحمد هنا هذا ما يسمى بالاختصاص المحلي أي المحكمة التي هي مؤهلة للنظر في ذلك النزاع مش من حيث القيمة ومش من حيث النوع ولكن من حيث نطاق النزاع هذا الاختصاص سنده القانون المادة 27 من قانون مصطر المدني المادة 27 من قانون مصطر المدني كتقول أن الاختصاص دي المحاكم الابتدائية يرجع فيه واحد قررنا هذا إلى المحكمة دي المدعي المدعى المحكمة دي المدعى عليه شنو القاعدة؟ هي أن من يرفع الدعوة يجب أن يرفعها في محكمة المدعى عليه أنا سيررفع دعوة على واحد الشخص ذلك الشخص يسكن في الدار البيضاء أو يسكن في العرائيس يجب أن يمشي المحكمة أو محكمة ذلك الشخص يعني من يبادر إلى رفع الدعوة وبطبيعة الحال المادة 37 تحدث على قاعدة أي أن المدعي يتبعه محكمة المدعى المدعي والمدعى عليه موجودين في المحمدية ما يمكن أن يرفع الدعوة في المحمد أحكم المتقاعدة ثم ما هو المحكمة؟ هذا الستناء الأولى والستناء الثاني هو في قضايا النفق ما كان يعنيه في قضايا النفق أي القضايا التي ترفعها الزوجات المطلقات من أجل حصول على النفق فإن القانون رأسة بهذه الفئة سمح لهن بأن يرفعنا القضايا النفق والدعاوة النفق أن يرفعناها في محكمة المدعي يعني هنا عكسنا القاعدة يعني أن الزوجة لا تمشيش لمحكمة التي ينفيها الزوج ديالة أو طريق ديالة بل يمكن أن ترفعها في محكمة المدعية ترفع الدعوة في محكمتها أو في محكمة سكنها ولكن المشرع خير الزوجة في دعوة النفقة أو المطلقة في دعوة النفقة خيرها بين الإمكانيتين معا بين رفع الدعوة في مكان إقامة الزوج ورفع الدعوة في مكان إقامتها هي وخصوص إذا كان مكان إقامة مختلفة ولكن العمل القضائي وكذلك الفهاد القضائي وكذلك الرأي الصائب يقول بأنه يجب أن نتبع محكمة الزوج وخصوصا من أجل سهيل مسافر تبليع ومسافر تنفيذ الأحكام المرتبطة بالنفاق هنا سنكون عنده هنا اختصاص وهو اختصاص المحكمة الابتدائية كجهز لننتقل للمقطة التالية وهي اختصاص الأقصام والغرف المحدثة بالمحكمة الابتدائية هذا اختصاص لأقصام والغرف سنده القانوني هو المادة التانية من التنظيم القضائي المادة جوس للتنظيم القضائي للمغريب لذي الظاهير 1974 وقلنا بأن المحاكم الابتدائية فيها نوعية فيها اقصام وفيها غرف وفيها واحد الغرفة ثمية غرفة الاستئناس بالتالي قلنا نرى هالثلاثة المستويات شنو الاختصاص ديالهم داخل كل محكمة إلا تحدثنا على الأقصام باش نميزوه مع الغرف شنو قلنا قلنا بأن القسم يحدث بموجب قانون والغرفة يحدث بموجب قرار للجمعية العمومية أو الجمعية العامة إذا عندنا في المحكمة الابتدائية قسمين عندنا القسم الأول يسمى قسم قضاء الأسرة وهو القسم الذي تم إحداثه بناء على القانون 73 نقطة 03 والصادر في 3 فبراير 2004 هذا هو القانون اللي حدثه بماذا يختص هذا القسم شنو هي القضايا التي تعرضوا على هذا القسم واحد يختص قسم قضاء الأسرة أولا بقضايا الأحوال الشخصية جوج بقضايا الميلاد ثلاثة بقضايا الحالة المدنية أربعة بقضايا شؤون التوتيق وخمسة بقضايا القاصرين والكفال هذو خمسة الاختصاصات شنو اسم منهم؟ اختصاصات حصرية لقسم قضاء الأسرة هذو اختصاصات في جملاتين إذا بغيتوا ما عقلتوا شعليهم بخمسة يختصوا قسم قضاء الأسرة سنكتبوه بشكل حصري في قضايا رعاية وحماية الأسرة في قضايا رعاية وحماية الأسرة شنو كان عنهم بالاختصاص الحصر يعني أن القضايا المعينين في قسم قضاء الأسرة لا يسمح لهم القانون بالنظر في القضايا المعروضة على المحكمة يعني هما بحل قسم مستقل ومحكمة مستقلة شنو كانت حجته هنا؟ كانت حجته على اختصاص حصري لهذا القسم القسم الثاني وهو قسم قضاء القرب قسم قضاء القرب للتذكير فقط وحديثه بناء على القانون الرقم 42.10 والصادر في 17 هذا القسم بماذا يختص؟ شنو الاختصاص ديان؟ دعاوة الشخصية والمنقولة الله رحمه والدين والتي تقل قيمتها عن خلسانة فدر شنو كان عنه هذا؟ كان عنه أن هذه القضايا ديان دعاوة الشخصية ودعاوة المنقولة والتي تقل قيمتها عن خلسانة فدر تختص بهم قسم قضاء القرب في المحكمة الابتدائية وهذا اختصاص هل هو اختصاص حصري؟ أم أن القضاة في قسم قضاء القرب يمكن أن يبتوا في قضايا أخرى؟ نعم ها؟ هو اختصاص وتحدثنا على الاختصاص بالتالي شنو سينلقا في هذه المادة ديان الاختصاص؟ شنو سينلقا في هذه النقطة التي تحدثنا على الاختصاص بقسم قضاء القرب مرحم والدين يختص في القضايا المدنية والقضايا الجنائية فين كيختص؟ ورح نهضر معنا بقضايا الجنائية اللي كيختص فيها قسم قضاء القرب في الجنائية المخالفات التي تقل قيمتها؟ بالتالي اختصاص قسم قضاء ده بعد ماذا كنرجعكم هذا؟ لسبب بسيط هو أنه المراجعة لامتحان ديان مادة تنظيم القضائي سواء الامتحان اللي غادي يكون هذه السنة أو امتحانات ديان كون في اجتياز المباراة ديان توضيف للمباراة المهنية مخصوش يكون بالمحاضرات فقط فكل محاضرة هي تكميلة لمحاضرات سابقة وما غاديش يستعفنا الوقت بشميلين هضروا على اختصاص قسم قضاء الأسرة قضاء القرب وتحطوا على كل الاختصاصات علما أنها أفردنا حصة للحديث عن الاختصاص بالتالي من اللي غاديشون يجاوبوا على هذا الموقتد الاختصاص ماذا يجب علينا نقوله؟ يجب علينا نردهم بعين الاعتبار المعطائرات والأرقام والاختصاصات والمحارب اللي درسنا في اختصاص القضاء 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 كذلك من اللي غادي نزيدوا في المحاضرات ومن اللي غادي نبدون تحطوه على بعض الأجهزة غادي نكونوا شفناهم واعطلناهم كفاية من المعلومات بالتالي سنمروا عليهم فعل يعني هذا التذكير هو تذكير منهجي من اللي تكونوا كتوجدوا الأوراق دي المتيحان ومن اللي تكونوا كتوجدوا الامتيحان دائما تذكروا أننا عندما سنتحدثوا عن قسم قضاء القربة وقضاء الأسرة يجب أن نعود إلى ما تناولناه في الحديث عن الاختصاص لأنه عنوى الاختصاص وعنوى المركزي وبالتالي يجب أن نذكر بهذا الاختصاص إذا بقلنا بأن اختصاص قسم قضاء القرب اختصاص أولاً حصري اختصاص حصري لماذا؟ لأن القضاء المعينة في قسم قضاء القرب ما عندهم شيء ممكن ما يمكن لهم شيء قانون أن ينظروا في القضاء المعروضة عن المحكام ينظرون فقط في القضايا التي تدخل في اختصاصهم بموجب ماذا؟ بموجب القانون المحدث للقسم وهو القانون 42 نقطة 10 وهو اختصاص مدني واختصاص جنائي اختصاص مدني في الدعاوة الشخصية والمنقولة والتي تقل قيمته عن 5000 درهم واختصاص جنائي بناء على القانون المحدث لمحاكم القسم قضاء القرب راكية تحدث على الجرائم لأنه عند القاعدة لا جريمة ولا عقوبة ماذا؟ ماذا؟ هدو الأقصام نعقلوا مذيان بأن الأقصام اختصاصها هو اختصاص حسين إذن شنو النقطة الثانية هي الغرف شنو هما الغرف التي تتكون منهم المحكمة؟ المحكمة الابتدائية غرفة قلنا بأن المحكمة تجيء الغرف تحدث بقرار للجمعية العمومية بناء على يش؟ بناء على تقييم السنة القضائية وبناء على عدد القضايا لك تدخل المحكمة لأن كل محكمة ولها خصوصية من حيث القضايا ومن حيث النزاعات هناك بعض المحاكم لكالقوفة ومن نزاعات كبيرة ومتشاعبة وكثيرة دي المادة العقارية وهناك بعض المحاكم لكالقوفة ومن نزاعات كثيرة وكبيرة دي المادة الاجتماعية بالتالي إحداث الغرف هو قرار مسنود من اختصاص الجمعية العمومية وقلنا عمومين يجب أن يكون منهجيا ونظريا غرفة مدنية غرفة تجارية غرفة عقارية غرفة اجتماعية وغرفة زجرية وعثنا هدروا على غرفة السيدة هذه الغرف الغرف دي المحكمة هذه الغرف وش اختصاصها هو اختصاص حصري في القضايا التي تنظر فيها هو اختصاص لأنه ببساطة يمكن للقاضي أن يعين في الغرفة المدنية ولكن يمكن أن تحال عليه القضايا التي في القضايا الاجتماعية ويمكن القاضي المعين في الغرفة المدنية أن يبت في القضايا المرتبطة بالعقار أو المرتبطة بالقضايا الزجرية بالتاني اختصاص الغرف وهذا الذي قصنا نذكر به وسكنت أعطلوا عليه مزيان هو أن اختصاص الغرف هو اختصاص غير حصري يعني ما مرتبط بالموضوع للغرفة بالموضوع التفسير النقطة الثالثة وهي اختصاص غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية تم إحداثها بناء على القانون 34.10 القانون 34.10 وهو القانون الصادر في 17 غوشة 2011 11 شنو كتختص هذه الغرفة شنو اختصاص ديان قلنا هذه الغرفة يمكن أن نعيب عنها أنها تخرق مبدأاً أساسياً وهو مبدأ مستويات التقابل ومبدأ أنه عندنا محاكم درجة أولى ومحاكم درجة تانية وتم إحداث هذه الغرفة خارج هذا النظام بي المحاكم درجة أولى ومحاكم درجة أولى حيث تم إحداث درجة تانية في محاكم الدرجة الأولى وتم إعطاه اسم غرفة استئنافية بالمحاكم الابتدائية هي تختص باستئناف كل القضايا كل القضايا المعروضة على المحكامة والتي تقبل الاستئناف يعني شنو القضايا اللي ما كتبتش فيهم وكيدوزوش من استئناف هما قضايا قضاء أكبر يعني كل القضايا اللي كتدخل المحكامة وكتقبل الاستئناف تبت في هالمحكامة والما غرفة الاستئناف بالمحكامة والكور ولكن شنوال قيمة المالية من نزاع الليما ستقبل اليجب أن تقل قيمة النزاع أو القضية عن 20 ألف درجة يعني النزاعات التي تقل عن 20 ألف درجة يمكن استئنافها بالغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية والنزاعات التي تفوق قيمة عشرين تذهب مباشرة إلى محكمة الاستئناف هذه نقطة ثانية المرتبطة باختصاص غرفي والأقصار قاعدة الأساسية الغرف اختصاص واختصاص حصري والأقصار اختصاص واختصاص مجرد قاعدة الأساسية هي أن الأقصار اختصاص واختصاص قصري والغرف اختصاص واختصاص حصري مجرد الغرف غير حصري والأقصار مجرد النقطة نقطة إذا لا نزل العديل أنا أتدعي بأن هذه دعوانات المحكمة وإنها أمام المحكمة أيام وإنها أمام المحكمة كذلك آخر يا ربي إنها أمام المحكمة كذلك أي محكمة أمام المحكمة ما كيش عندنا هذه القاعدة كيسعب بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية حيث لا توجد المحكمة على درجة بناء ولكن القاعدة هو أنه القاضي المحكمة التي رفعت لها رفع إليها النزاع القاضي القاضي التجاري يبط في اختصاصه قبل أن ينتقل إلى الموضوع يعني القاضي في المحكمة التجارية كيبدت هل هو مختص إذا أطيرت المنازعة هل هو مختص أو غير مختص إلا ما كانتش مختص فيعود الاختصاص مباشرة إلى المحكمة الابتدائية لأن القاعدة هي أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولايات العام ما دمع لنش محكمة علية أعلى درجة ما كان عودش الرجل يعني إذن يسند هذا الاختصاص أو النظر في هذا الملف يسند إلى القاضي الذي رفعت إليه بلاو وخصوصا ما هو المشكل من اللي كرفعان القضية أمام محكمة تجارية وكي يجي المدعى عليه والله الخص وكيرفعه أمام المحكمة الابتدائية تالي كيوقع هذا التدارب بين الاختصاص وفي هذه الحالة ما ما عندنش محكمة علية أو محكمة أعلى درجة ودائما كيكون الترجيح لأن الاختصاص للمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية هو اختصاصهم بنص حصل وقد ينجيولون وقد ينشوفون المقتضيات اللي كتخص اختصاص رئيس اختصاص رئيس المحكمة رئيس المحكمة الابتدائية عنده اختصاصات قلنا بأن رئيس المحكمة الابتدائية يقوم بوظيفتين هو سلطة إدارية وهو وعنده يقوم بالوظيفة الإدارية وشنو هي هذه الوظيفة الإدارية؟ هي الإشراف على السير العادي للمحكمة يعني الرئيس هو المسؤول على السير العادي للمحكمة على استقبال المرتفقين على سير ديال المحادي ديال معقاد جلسات على توفير نظام العام داخل المحكمة وتسهيل المرافق الإدارية داخل المحكمة هذا الدور يسمى دور إداري أي سلطة إدارية ولكن رئيس المحكمة بالإدارة فالسلطة الإدارية يملكه سلطة قضائية فهو في نهاية المطار فشي موضف هو قادر عنده هذه السلطة الإدارية لينه كقادر السلطة قضائية يمكن لرئيس المحكمة أن يكون رئيسا لهيئة الحق يمكن يكون رئيس في هيئة يمكن لرئيس المحكمة أن يكون عضوا في هيئة الحق هذا داخل في السلطة القضائية لرئيس المحكمة باعتباره قاضيا ولكن رئيس المحكمة بالإضافة إلى ذلك أسند له القانون اختصاصات حصرية رئيس المحكمة أعطاه القانون اختصاصات حسرية هذه الاختصاصات في ثلاثة قضايا معينة هذه الاختصاصات هي اختصاصات كنت تدخل في اختصاص المحكمة ولكن يحتص فيها فقط رئيس المحكمة هذه الاختصاصات مسنودة له بناء على القانون على القسم الرابع من قانون المسطرة المدني قسم الرابع من قانون المسطرة المدني وهذه الاختصاصات إذا رجعنا القسم الرابع من قانون المصنر المدنية سألقاو في ثلاثة ديال اختصاص الاختصاص الأول يسمى الأوامر المبنية على طلب والمعاينة هو اختصاص رئيس المحكمة في الأوامر المبنية على طلب والمعاينة هذا الاختصاص سنده القانوني هو المادة 148 من قانون المصنرات المدنية وبطبيعة الحال باش ما نرجعوش باش ما نقرقوش المسطرة المدنية باش ما 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 ندخلوش بتنظيم القضاء إلى المسطرة المدنية ما غاديش نقرأو كل المعلومات المرتبطة بهذا الاختصاص ولكن غا نعطيكم بعض الأمثلة وغادي نعطيكم القاعدة القانونية فهذا الاختصاص اختصاص الأول هو اختصاص رئيس المحكمة بالأوامر المبنية على طلب والمعاينة بناء على سند قانوني هو المادة وثمانية واربعين من قانوني المسطرة المدني حيث يمارس رئيس المحكمة انا ما شير محكمة انا ما كان ادروش عن المحكمة ما كان ادروش على القضاء ما كان ادروش على الأقصر ما كان ادروش على الغرز كان ادروش على اختصاص حصري لرئيس المحكمة حيث يمارس رئيس المحكمة اختصاصا ولائيا اختصاصا ولائيا قوامه اصدار اوامر مبنية على طلب قوامه إصدار أوامر مبنية على طلب هذه الأوامر يأما ترمي إلى إتبات حال أو ترمي إلى توجيه انضار أو ترمي إلى توجيه انضار وفي الحالتين يجب أن يكون الأمر مستعجلا يجب أن يكون الأمر مستعجلا ويجب أن لا يدر ذلك الأمر بحقوق الأطراف ويجب أن لا يدر ذلك الأمر بحقوق الأطراف ماذا كان يعنيه بالأوامر المبنية على طلب وماذا كان يعنيه بالنقطة المرتبطة بإتباتها عدنا بعض الحالات بعض القضايا اللي يلمشينا لمحكامة وارفعنا الدعوة العادية حول موضوع معين وحول منازعات معينة عندما سيصدر الخاضي في القاضي الموضوع عندما سيصدر أمرا أو يصدر قرارا بإتبات واحد الحالة ما غادش يقدرون تبتو تلك الحالة لأن مصطرة التقاضي مصطرة طويلة ولأن بعض الحالات القانونية والواقعية يمكن أن يصيبها تغيير ما هي الحالات الواقعية والقانونية نعطي لكم واحد الميتر كل غالب غالب الساكنين في ديزاباكتون كيكون الشجار اللي يفوق منك عنده شيء فويت في الماء هذا كلماء يكتر هذه واقعة وكتكون بزرد من اللي يكتر هذا كلماء كي يخسر لك هذه البلاتفور وكيمكن يخسر تلعاتات إذا كنت تنساد هذه الدارة متسافرتي واحد شهر ونشهرين وهذه الدارة ما كنت تستخدماش وكنت مجاهزة هذا كالقطرة تقدر تهبط يقدر يتحرك السقف يقدر يوقع لك واحد درر معين أنت تملك خيارين الخيار الأول أن تتصل بشكل حبي مع جارك وأن تسوي الوضعية معه من أجل إصلاح ذلك الدرر الذي لاحقه وهذه المصطرة عادية وغادي يديره الصرح وغادي يصلح لك ونبينا عليه السلام وكيف يوقع وعندك الحالة التانية هي أن تذهب للمحكمة من أجل رفع دعوة الدرر لأنه أصاب كدرر وغادي تمشي لمحكمة ابتدائية وغادي تمشي بشكل محامي وغادي تمشي بشكل شخصي وغادي ترفع الدعوة الدرر بين الحالتين كين عندنا واحد الحال الذي يمكن أن يتغير يمكن لجارك أن يقوم بإصلاحات تغطي على ذلك العيد الذي تسبب في الدرر يعني يمكن يدير إصلاحات في البلومبي يمكن يجيب جليش يمكن يقاعد يرخار وما يبقاش درر واضح منهم يعني في مصدرات التقاضي ستحتاجوا إلى أن تتبت ذلك الدرر وسيطلبوا محامي الجار بأن تكون هناك خبرة وغادي يقول لهم ما شيء أنا هذا كالسويت ما عرفناه ما عندي ما شيء من عندي أنا لأننا عندي جعابي ديال المدينة كل مصلحين ومزيالين وعي من اللي غادي تنتقل ذلك الخابير لإتباتي سبب الدرر وش هو سبب شخصينتين اللي درته يعني البنيات ديال ولا ولا جعاب ولا لما ديال الجار ديال سيثبت الخابير في ذلك الحال بأن جهزة و ديال الجار ديال سليمة بالتالي تلك الدعوة لن لن يحكم لك القاضي بناء على الخبرة بالتعويض لأن الجار ما شيء هو السبب في الدرر لأن التعويض محتاج أن يكون هناك درر وأن تتبت العلاقة السببية بين بين الخطأ بالتالي شنوخها تحتاج هنا تحتاج إلى هذه المسترة تحتاج في البداية قبل أن تبدأ المسترة ديالتقاري أن تدهب عند رئيس المحكمة الابتدائية وأن تطلب منه مسترة المعاينة هذا المسترة كتسبة أن أوامر المبنية على الطرق وأتقول له تعرضت لضرر المعينة وأطلب من رئيس المحكمة أن يأمره بمعاينة المنزل الكائن في كده وكده وكده وأن يعاين الضرر وأن ذاك بنعم على تلك المعاينة حتى لو قام الجار أو قام الطرف الآخر بتغيير الوضعية يبقى لك محضر المعاينة كواقعة قضائية تتبت الضرر وتتبت حالة ذلك الضرر بالتالي هذه المعاينات كنحتاجهم حتى لا تضيع الحقوق وكنحتاجهم كذلك ببساطة لأن المساطر القضائية قد تجعل الأطراف يتلاعبون في وقائع النزاعات وباش نحيد هذا التلاعب نلتجأ إلى هذه المسطرة المقررة في المدنية 8.40 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص التاني وهو اختصاص رئيس المحكمة بالقضايا المستعجلة أو قضايا المستعجلات هذا الاختصاص سنده القانوني هو المادة 149 والمادة 154 من قانون المسطرة المدنية المادة 149 من المادة 149 إلى المادة 154 من قانون المسطرة المدني ماذا نقصد بهذا الاختصاص هو أن القضاء المستعجل أو نظام القضاء المستعجل في المغرب وفي العالم كله هو يروم أو يهدف إلى إسعاف الخطو بإصدار أوامر سريعة يهدف إلى إصدار أوامر سريعة في الحالات التي لا تحتمل إجراءات المساطر القضائية في الحالات التي لا تحتمل إجراءات المساطر القضائية إتبات بعض الحالات يعني من اللي قد كون دي من مسترة طويلة وكي يكون بعض الحالات مستعجلة كنحتاج إلى قضاء الاستعجال هذا القضاء الاستعجال يمكن الفكرة الأساسية دياله اللي خصنا نعطل عليه كلنا هي أن القضاء المستعجل يقوم على فكرة هو الحماية العاجلة للحقوق هو الحماية العاجلة للحقوق وهو كلكسمه هو الحماية الوقتية أو الحماية المؤقتة للحقوق هو الحماية الوقتية أو الحماية المؤقتة للحقوق هذه المصطرة القضاء الاستعجالي فيها شرطين أساسيين لكي نديرها هي تدخل باختصاص رئيس المحكمة ولكن لكي ندخل جزء الشروط أساسي الشرط الأول يتمتل في عنصر الاستعجال ستقول لك كل القضايا التي نذهب بها إلى المحكمة هي مستعجال فكل دو حق أو كل طالب الحق يستعجلوا الحصول على حقه أو يستعجلوا قضاء حق ولكن فين كان تحدثوا عن الاستعجال هنا نتحدث عن الاستعجال بمنطق الخطر كيفاش بمنطق الخطر أو بمؤشر الخطر فالاستعجال في القضاء المستعجال هو عندما نخاف على الحق من خطر المحذق قد يذهب ذلك الحق أو قد يتلف أصل الحق استعجال يتمثل هنا هو الخطر الحقيقي المحذق بالحق المراد المحافظة عنه هو الخطر الحقيقي المحذق بالحق المراد المحافظة عنه هذا الشرط الأول الشرط الاستعجال الشرط الثاني وهو عدم المساس بجوهر الحق كيفاش عدم المساس بجوهر الحق كيفاش حماية الحق وفي نفس الوقت عدم المساس بجوهر الحق يعني أن موضوع النزاع لا يصدر فيه حكم بل يصدر الحكم لحماية بعض الحقوق أو لتتبيت بعض الحقوق من الزوال والضائف يعني أن هذا الشرط الثاني نقدرون نسميهه أو شرط عدم المس بالمراكز القانونية للخصوص شنو كان يعني؟ كان يعني أن دائم وأنت مدين من ليه كيمشي كان مشي إلى المحكمة من أجل هذا الأمر المرتبط بالقضايا المستعجلات فأنا لا أغير وضعيتي لا أتحول من دائم إلى مدين وكي يعني أن الأمر الذي يصدر رئيس المحكمة في القضايا المستعجلات ما كيبتش في موضوع النزاع ما كيبتش في جوهر بل فقط يتبت الحق أو يتبت الحق إلى أن يصدر القرار القضائي أو الحكم القضائي إلى أن يصدر هذا القرار في أحقية أو من هو أحق أو من يملك ذلك الحق من أعطيكم المثال لكي لا ندقوش كان هذا القضايا في النظاع أنا وحد صديق ديالي اشركنا واحد صلعة هذه الصلعة جات من توركيا ونزلت في ميناء الدار البيضاء تنازعت أنا وصديقي حول ملكيتي حول ملكيتي تلك البيضاء أنا بطبيعة الحال شريك ولكن هو يملك الوطائق الإدارية لتمرير تلك البضاعة من الجمارك وبيعها في وقت المنازعة أنا أخاف على حقي أن يضيع وخعد الوطائق تثبت ملكيتي أو تثبت أنني أملك نصف تلك البضاعة يمكنني أن أذهب المحكامة وأن أرفع دعوة من أجل إتبات ذلك الحق في تلك المسطرة إلى أن يصدر الحكم القضائي سيكون الشريك ديالي قد باع تلك البضاعة وقد استهلك التمن الشريكة وقد استهلك كذلك الأرباح المترتبة على تلك البضاعة ما أحتاج أنا في هذه الحكامة؟ ما أحتاج؟ وما أحتاج؟ وما أحتاج إلى أن أحجز على تلك البضاعة؟ إلى أن يصدر الحكم القضائي الذي يعطيني حقه لأن حقي إذا لم أقم بهذا القضاء بهذه المسطرة الاستعجالية لأن حقي شنو هو الحق ديالي في نهاية المطر؟ يا إما نصف البضاعة يا إما نصف التمن ديال البضاعة يا إما تعويض عن الأرباح وتمن البضاعة هذا كله هو الحق ديالي هو هذا الفلوس الذي يجبتم بضاعة بالتالي يعدي جوش خويش يا إما هدي مش الحجز على تلك البضاعة بناء على عمر الاستعجالي رئيس المحكمة عندما سيصدروا هذا الأمر هل يحتاج إلى أن يستمع لي؟ لا يحتاج هل يحتاج إلى أن يبت في جوهر النزاع اللي هو ملكيتي أو عدم ملكيتي لتلك البضاعة ما محتاج يعني رئيس المحكمة لا يبت في النزاع بل هو يصدر أمراً بالحجز التحفظي على البضاعة أنا أتبت ذلك الحجز وأنتظره المسطر القضائي فإن صدرت المسطر القضائي في صالحي سأخذ نصح البضاعة بناء على حكم القضائي وإن صدرت ضده فسيرتفع تلقائياً الحجز وسيملك هذا الشريك التالي اللي معي سيملك كل البضاعة بتالي شنو هذا العمل تسمى قضاء الاستعجانية لأن هناك خطورة على ضياع الحق من أصله بالتالي نحتاج إلى المسطرة الاستعجانية وغيرت تقرأها إن شاء الله في القانون للمسطرة المدنية بتفاصيل أكثر الاختصاص الثالث وهو اختصاص رئيسي المحكمة الابتدائية في مساطر الأمر بالأداء في مساطر الأمر بالأداء هذه المسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة خاصة يردمها القانون أو قانون المسطرة المدنية من الفصول 155 إلى الفصل 165 من الفصل 155 إلى الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية باختصار هذه المسطرة هي مسطرة خاصة هي مسطرة خاصة تمكن الدائم شكل هو الدائم هو اللي كيسلك الفلوس يسمى الدائم والمدين هو الشخص الذي اقترب مبلغ الدائم ماذا؟ تمكن الدائم من استصدار أمر من رئيس المحكمة هذه المسطرة هي مسطرة من نوعين خاص تمكن الدائم من استصدار أمر من رئيس المحكمة بطبيعة تحدثتها المحكمة شنو؟ ابتدائية باستفاء دينه باستفاء دينه أي باش يخذ دين يلو بناء على إجراءات سريعة وبسيطة بناء على إجراءات سريعة وبسيطة شنو الخاص يد هذا المسطرة؟ يعني أنا كنسة الوحدة 15 ألف درام مليون ونصر مبغش يعطيها لي وعندي وطيقة تثبت أصل الدين أذهبوا إلى رئيس المحكمة الابتدائية وقدموا له مقالا كتابيا من أجل اعتماد مسترة الأمر بلأداء بناء على الفصول للمسطرة المدنية وأبعوا وطيقة الدين الوطيقة الأصلية للدين في تلك المسطرة رئيس المحكمة لا يستدعي الأطراف للبت في ذلك النظام بل يطلع على المقال ويطلع على أصل الدين وعلى حجته ويصدر مباشرة الأمر بالأجل يعني أن البنازعات حول الديون يمكن أن استيفاؤها بناء على هذا المسطرة أو بصرة الأمر هذه المسطرة خاصيتها واحدة هي أنها تجري دون مرافعة يعني أن رئيس المحكمة لا يستقبل الأطراف ولا يعقد جلسة خاصة بعد نجلسة الحكم بل هو يصدر أمرا تجرى دون مرافعة وتجرى في غياب الأطراف يعني أن رئيس المحكمة لا يعيدش للمدينة لا يستدعي المدين بل يصدر أمره بناء على وطائق الدائل ودون حضور كتابة الضبط ودون حضور كتابة الضبط وهذه الأوامر لا تقبل أي طعب لا تقبل أي طعب سيكون لديه سؤال في المحاكم الابتدائية من حيث التأليف من حيث المسترة ومن حيث الاختصاص كنا بأن تأليف المحاكم الابتدائية بناء على القانون تنظيم القضاء دي الألف وتسمية وربعة وسبحين كنا فيها مجموعة دي الأجهزة فيهم رئيس المحكمة والنواب وفيه كذلك نيابة عامة وفيه كتابة الضبط وكتابة نيابة العامة وفيها الجمعية العمومية وفيها كذلك الغرف والأقصر وتحدثنا على شكل همال الأشخاص الموظفين دي المحكمة الابتدائية كنا في المحكمة الابتدائية فيها جزء أنواع الموظف فيها القضاء الذين استكملوا الدراسة بالمعدالي القضاء وتخرجوا لتحقق المحاكمة الابتدائية وفيها كذلك موظفوا هيئة كتابة الضبط وكنا بأنهم هم يخضعون إلى قانون خاص يخضعوا القانون وظيفة العمومية وإلى نظام خاص صدر سنة 2000 صدر سنة 2011 وقلنا بأن كتابة الضبط تتكون من ثلاثة أصناف المحررين القضائيين المنتدابين القضائيين وشنو؟ وكتابة وبناء على السلالة الإدارية وبناء على الشواهد محصن على وشفنا شنو هم الجامعات وشفنا شنو هم الجامعات وشنو هم التخصصات التي يمكنوا أن تقبلها هذا التوم وانتقلنا بعد ذلك إلى المسطرة وقلنا المسطرة شفنا فيها شنو؟ شفنا المسطرة الشفوية مسطرة الكتابية شفنا قضاء الفرضي كقاعدة والقضاء الجماعي كالستناء شفنا حضور النيابة العامة في المحاكم والستئناء محاكم الامتدائية وقلنا هو حضور الاختياري في كل القضايا وحضور الجباري في القضايا الزجري وشنو شفنا كذلك؟ وانتقلنا إلى موضوع الاختصاص وقلنا الاختصاص هو اختصاص محكمة كجهاز اختصاص لأقسام والغرف واختصاص رئيس المحكمة اختصاص وظيفي لا اختصاص الوظيفي المحاكم يمكن تحدثوه عليه وممكن تحدثت عليه بعض الفقه عندما تحدثنا عن المحكمة الابتدائية عن نظام القضائي المحاكم الابتدائية بالدائل القضائي الضربية في الضربية قلنا بأن المحاكم عند اختصاص وظيفي يعني رجعت عندنا المحكمة الابتدائية الزجرية ورجعت عندنا يعني كل المحاكمة الابتدائية في المغرب كله لها نفس النظام باستثناء النظام التجريبي الذي تم إطلاقه سنة 2011 بالمحكمة الابتدائية أو بالدائرة القضائية دائرة السئنافية بالدار البيضاء حيث تم إحداث محاكم مصنفة وهذا اسمي القانون تم إحداث محاكمة ابتدائية مصنفة على مستوى الدائرة دائرة السئنافية بالدار سننتقل إلى الحديث عن المحاكمة الابتدائية تم إحداث محاكمة الابتدائية واحدة المشكلة الأساسي سيكون عندكم وعند كل اللي يقرأ تنظيم القضاء سيبدأ تقلم القانون القانون المفروض أن أن التنظيم القضائي يجب أن يكون في وثيقة قانونية واحدة يعني أن الطالب يعني أن المحامي يعني أن القاضي يعني أن المواطن يأخذوا مذكرة قانونية واحدة ويتعرفوا على كل المحاكمة ما هو المشكلة في المغرب؟ أنه في سنة 1974 صدرت تنظيم القضائي وكل التعديلات التي لاحقت تنظيم القضائي من أجل أن التحدث عن هذا النظام القضائي المغربي كله صدرت بناء على قوانين مستقلة يعني ما يمكنش تقرأوا المحاكمة الابتدائية بقانون تنظيم القضائي 1974 بلما تقرأوا قانون أقسام قضاء القرب وبلما يرون قسم قانون قضاء الأسرة وبلما تحدثوا على القانون الذي صدره لإحداث غرفة الاستئنافية بالمحاكمة الاستئنافية وبالذي سنة 1997 صدر قانون ينظيم المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية الاستئنافية وبالتالي كل مرة غدا يمتقلون القيامة ردوا البلد زيان ملي تكونونك اتجاوبوا لا في الامتحانات الكتابية ولا في الامتحانات الشفاوية أن تتذكروا جيدا أرقام الارقام القيامة وأن تتذكروا جيدا فصول القوانين من الضidences دروع عن الفصل الجيش والشي هو الفصل الجيش في تنظيم القضائي الفصل الجيش في تنظيم القضائي كانت ضمن تأليف لمحاكم ابتدائية ولكن المحاكم الابتدائية تجارية كيف الضمال في مصر أو المادة التانية ولكن ما شيء هي 1984 المادة التانية ديالقانون 53.95 تالي عقلون زياد على الأرقام ديالقانون غادي نشوفوا المحاكم التجارية والتي تم إحداثها بناء على القانون رقم 53.95 بناء على القانون رقم 53.95 والذي صدر في 12 فبراير 1997 وبناء على هذا القانون تم إحداث قضاء متخصص متخصص في في المادة التجارية قضاء متخصص في المادة التجارية وبناء على هذا القانون فالتنظيم القضائي للمملكة يشتمل على تمانية محاكمة تجارية كيف تم إحداث المحاكمة تجارية هذه المحاكمة تجارية بتمنية تغطي الترابة الوطن شنو هما المحاكمة تجارية في الكينة؟ المحكمة الابتدائية بالدار بيضاء المحكمة الابتدائية بالربا محكمة الابتدائية بفاس مكناس مراكش طانجة أقادير أجدع يعني عندنا تمانية دي المحاكم الابتدائية تجارية الربا الدار بيضاء فاس مكناس طانجة مراكش أقادير وأجدع بناء على هذا التقصير يلتبني يد المحاكم ولماذا تماني محاكم وليس سبعين محكمة تجارية أعنش عوثاني دي المحاكمة الابتدائية وما دي المحاكمة الابتدائية واحد وسبعين محكمة أعنش لأن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة بالتالي يجب أن تغطي كل تراب الوطن وبتالي أن تتواجدها بناء على مبدأ تقريب القضائي من المتقاضين أو من المواطن والمحاكم التجارية هي قضاء خاص بفئة معينة بالتالي لم يتم إحداث كثير من المحاكم وكذلك هناك حديث عن تقليص هذه المحاكمة ثمانية ومن يجي قانون تنظيم القضائي الجديد سيقلص من عدد المحاكم التجاري بالتالي سنعود نجمعها لأنه في المغرب لدينا فقط أقطاب اقتصادية كبرى اللي ممكن توقع فيها منازعات كبيرة واللي محتاجة إلى قضائي قريب من هذه الأقطاب هذا الهجم بالتالي السؤال وهو ثلاثة الأسئلة كيف تتعلف المحاكم الابتدائية وهل تتميز من حيث التأليف عن المحاكم الابتدائية كيف تتعلف المحاكم الابتدائية التجارية وهل أو ما هي خصوصيتها مقارنة مع المحاكم الابتدائية من حيث التأليف تأليف المحاكم الابتدائية التجارية في علاقة مع تأليف المحاكم الابتدائية جوج هذا ما عندي من علفين درها سهلة قد نشوفه التأليف وقد نقارنه عن المحاكم الابتدائية حيث المحاكم الابتدائية قرأنا التأليف دينا عارفنا منك تكون هي تأليف المحاكم يعني الأجهزة اللي بعمره اسمع التأليف يحيي ذلك التأليف ما يكتباش يكتب عن الأجهز ديروه السهل يا إما تعليف يا إما أجهزة المحاكم الابتدائية أي من ماذا تتألف مقارمتان مع المحاكم الابتدائية اللي هي صاحبة الولاي العام واش نفس الأجهزة واش نفس التأليف وأن هناك خصوصية جوج ما هي المستر المتبعة أمام المحاكم الابتدائية التجارية ما هي المستر المتبعة أمام المحاكم الابتدائية التجارية وبطبيعة الحال مقارنتا معي елюيه ما هو اختصاص المحاكبين الابتدائية التجارية وما غادش ندروا مقارنة مع المحاكبين حيث هو اختصاصون بين الصرقانوني واختصاصون حسن نبدأ في هذه الحصة غاد نشوفوا التعليف وغاد نشوفوا المستر وفي الحصة المقبلة سنتناولوا الاختصاص بالتالي بدأوا بالتعليف تعليف المحاكب الابتدائية التجارية سنده القانوني لأنه في الحصة اللولة والحصة التالية يجب أن تعودوا إلى موقع وزارة العدل الحلية وأن تعملوا على تحميل القواعد القانونية المرتبطة بتنظيم القضائي كل القوانين موجودة في خانة واحدة تسمى التنظيم القضائي بتلكون إلى تنية شارجيتهم عندكم في الفصل وليف بغدر غدي سهل عليكم العودة إلى أنفسهم لهذا دائما أحيلكم إلى رقم الفصل وأحيلكم إلى القانون الذي يتحدث عنه وإلى منطوقه حتى إذا ما فهمتوا شيء حاجة يجب أن تعودوا إلى السند القانوني وكذلك يجب أن تذكروا كذلك السند القانوني يوم الامتحان السند القانوني هو المادة الثانية من القانون الرقم ثلاثة وخمسين خمسة وتسعين المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجاري إذا قريناه عبد الشرحون منطوقه يقول تتكون المحاكم التجارية من رئيس ونواب للرئيس وقضاة من نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نوا من كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة يجوز أن تقصم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة يعين رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ ما هو الجديد في هذا الفصل الذي قرأته عليه؟ الجديد في التأليف المحاكمة التجارية هو إحداث مؤسسة قاضي المكلف بإجراءات التنفيذ هذا هو الجديد بينما كل الأجهزة الموجودة في تأليف المحكمة الابتدائية نجدها موجودة في محاكم الابتدائية التجارية يعني نفس التأليف المحكمة الابتدائية نفسه كالقول في المحكمة الابتدائية التجارية باختلاف واحد ومصير هو أنه ما كان القول في المحكمة الابتدائية 여러� glaub ninguna لا أنقل المحكمة الابتدائية ماذا كان قول والمحكمة الابتدائية هي محكمة الابتدائية صاحبة الولاي العالم والماذا كان قول محكمة الابتدائية التجارية هي التي صدرت بناء على القانونها الـ 53. queremos يعني أنه ما إصدرتها بإمكانها المقاشلة وتقول إنها ستميندوا كل الحكمة الابتدائية وكل الحكمة التجارية لأننا لا نزال في محاكم الدرجة الأولى إذا الاختلاف الموجود بين المحاكم التجاري والمحكمة الابتدائية هو اختلاف واحد هو إحداث مؤسسة قاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ هو إحداث مؤسسة القاضي المكلف بإجراءات متابعة التنفيذ حيث نجده في المحكمة التجارية ولا نجده في المحكمة الابتدائية وبناء على المادة التانية من القانون 53-95 يمكن أن نتوقف عند خمس مؤسسات أو خمس أجهزة خمسات المؤسسات أو خمسة دي الأجهزة الجهاز الأول وهو رئيس المحكمة هذا رئيس المحكمة له نفس الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية ولكن نذكركم رئيس المحكمة التجارية له اختصاص إداري نحن في تجارية له اختصاص إداري شنو هو؟ السهر أو الإشراف العام على سير المحكمة له اختصاص قضائي وعنده اختصاص قضائي فيه جوز اختصاصات عادي واختصاص استعجال اختصاص عادي أي عضوية هيئة الحكم أو رئاسة هيئة الحكم واختصاص استعجالي في هدوك الأوامر المبنية على طلع في المعاينات وفي كذلك مستارة القضايا المستعجالة السلطة الولائية السلطة الولائية كنقصد بها الأوامر المبنية على طلب والمستعجالات أي السلطة المرتبطة بالقضاء الاستعجالي أي هيئة السلطة الولائية بالإضافة إلى رئيس المحكمة شنو كالقومعات نجد نواب رئيس المحكمة ونجد القضاء هذه المؤسسة الأولى مؤسسة رئيس المحكمة ونواب رئيس المحكمة والقضاء بطبيعة الحال هذه القضاء المعينين في المحاكم التجارية يخضعون نفس القانون الذي ينظموا سلك السلطة القضائية ورجال ولساء القضاء أي نظام الالتحاق هما نفسهم القضاء التي يدوزوا المباراة والتي يدوزوا المعهد والتي يتخرجوا من المعهد يمكن أن يتعينوا إما نواب الوكلاء الملك في المحاكمة الابتدائية أو نواب الوكلاء الملك في المحاكمة التجارية أو المحاكمة الإدارية وبعدها قضائهم سنتين يتعينوا يعينون قضاة للأحكام يتعينوا قضاة الأحكام يما في المحاكمة الابتدائية يما في المحاكمة التجارية يما في المحاكمة الإدارية يعني نفس نظام قضائي من الملحاقين القضائيين كانت تبقوه في المحكامة الابتدائية هم نفس القدرة اللي تلقاوه في المحكمة التجارية هي هادو عندهم اختصاص خاص في القضايا اللي غادي نشوفه تابع الاختصاص المحكمة هادو الجهاز الأول الجهاز الثاني هو النيابة العامة يعني هادو الجهاز اللي هدرت عليه هادو ما فيش هادو جوش كلمات ما فيش هادو النقطتين اللي قلت راه فيه نقط أخرى راحنا كنا شفناها فين المحاكم يتب الجهاز الثاني هو النيابة العامة النيابة العامة تعين عبر شكون الرئيس النيابة العامة في المحكمة الابتدائية هو وكيل الملك وعنده نائب أو عدة نواب لوكيل الملك شنون المشكلة عندنا في النيابة العامة أو في مؤسسة النيابة العامة في المحكمة التجارية أزمع الفقهاء والخضراء في القانون وفتنظر القضائي على أن النيابة العامة في المحكمة التجارية هي سلطة هيئة غير فعال يعني إحداث النيابة العامة ومؤسسة النيابة العامة في مرضاء القضاء المغنية وفي المحكمة التجارية بالضبط هذا ما عنده احتمال شنو السبب دياله؟ شنو الدور للنيابة العامة؟ النيابة العامة هي المحامدية المجتمع النيابة العامة تدافع عن القانون النيابة العامة يمكن أن تحرك الدعوة العمومية دور النيابة العامة في الغالب هو دور زجري سؤال هل تملكوا كما دركوا المحكمة التجارية اختصاصا زجري هل تملكوا اختصاصا زجري دعوة العامة الغالبية الاختصاص الجزري المسند النيابة العامة هو تختص به النيابة العامة في محكمة ابتدائية يعني أن دور النيابة العامة في القضاء التجاري وفي النزاعات التجارية وفي المنازعات التجارية هو دور محصور ومقيد لأن الاختصاص الضجري الذي تملكه النيابة العامة هو مسند إلى النيابة العامة في محكمة ابتدائية لهذا يزمع الفقهة على إمكانيتي حج بالأصل النيابة العامة في القضاء تجاري يعني ما عندوش واحدة دور كبير كما هو نفس الدور لكيقوم به النيابة العامة في المحكمة تجاري لأن حتى النزاعات بين التجار والتي يمكن أن تتحول إلى منازعات جنائية ما كتختص بها المحكمة تجاري كتختص بها النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لهذا يمكن نسجلوا واحد نقطة هنا على النيابة العامة غالب الأراء تتفق على عدم فعالية دور النيابة العامة أمام المحاكمة التجارية ما دام ما دام أن الجانب الزجري لا يزال موكولا أو مسندا إلى النيابة العامة في المحاكمة الابتدائية داخل موزاعات التجارية ولكن عموما كيمكن تجاوزها كيمكن نحيض الميابة العامة في المحكمة التجارية ويمكن تبقى سير العادي للأطور وهذا بناء على التجربة العملية ثالث مؤسسة وهي مؤسسة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة مؤسسة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في جملة واحدة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة تقوم بنفس الأدوار المسندا لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في المحاكمة الابتدائية عندها نفس الدور ونفس قواعد اختصاص نعودوا وذكروني ما هو الاختصاص للكتابة الضبط في محاكم الابتدائي واحد تقييد الدعاوة تقييد سواء الاستقبال او تقييد لانه في المسطرة الشفوية تبليغ سلعاء الاطراب توقيع على الاحكم كتابة الضبط عندها هذه الادوار هي نفس الادوار التي تقوم بها في المحكمة الابتدائية تقوم بها في المحكمة التجاني الجهاز الرابع وهو جهاز الغرف في المحكمة الابتدائية في المحكمة التجارية لا نجد أقصاما فكان نجدس الأقصام وهذا اختلاف مع المحاكم الابتدائية حيث المحاكم الابتدائية فيها الأقصام والمحاكم والأقصام والغرف والمحاكم التجارية فيها فقط الغرف هذه الغرف هل تحدث بقانون او تحدث بقراره؟ الغرف الموجودة بالمحكمة التجارية تحدث بقرار من الجمعية العمومية هذا الغرف لها اختصاص حصري شنو كالقصد بالغرف لها اختصاص حصري أي لها اختصاص ليس لها اختصاص حصري الغرف بالمحكمة التجارية ليس لها اختصاص حصري شنو كالقصد كالقصد بأن كل غرفة يمكن أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكامة كل غرفة في المحكمة التجارية يمكن أن تبتط القضايا المعروضة على المحكامة نعود لقراركم المادة جوز المادة جوز لك تقول يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرفة بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها غير هذه اللي مهمة غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبتط وتحكم في في القضايا المعروضة على المحكامة يعني في كل القضايا يعني هذا يقول أن اختصاص الغرف واختصاصهم غير حصر شنو ينوعي؟ شكن يعطيني أسماء الغرف اللي كانوا يقعوا في المحكمة التجارية كانوا يقعوا غرفة الأصل التجارية غرفة صعوبة المقاولة غرفة سجل التجارية هذه كلهم غرفة غرفة العقود التجارية هذه كلهم غرفة توجد ويمكن أن تحدث في المحاكمة التجارية بناء على كل محكمة وبناء على عدد النزاعات التي تعرض على المحكمة وطبيعة تلك المنزاعات تجتمع الجمعية العمولية وتبت في إحداث غرفة أو في حدف اسم غرفة أو في جمع اختصاص غرفة مع غرفة أخرى وهو اختصاص غير حصر المؤسسة الخامسة وهي مؤسسة قابل تنفيذ هذه المؤسسة هي مؤسسة جديدة ما كانتش عندنا في تنظيم الخضائي المغربة ما عمرنا كانت عندنا قبل إحداث محاكمة تجارية واحد مؤسسة اسمية قاضي التنفيذ كالقاضي أو القضاة كان يكون في النيابة العامة يكون قضاة للأحكم وكيتعينه في الغرف أو يمكن القاضي أن يصير رئيسا للمحكمة هذه المؤسسة هي مؤسسة جديدة كيف يتم تعينها؟ وش يعين رئيس المحكمة؟ وش يعين جمعية العمومة؟ جمعية العمومة لا ولكن المادة جوج كتحدث على طريقة التعيين المادة جوج يعين قاضي التنفيذ بناء على اقتراح من الجمعية العمومية يعينه رئيس المحكمة بناء على اقتراح من الجمعية العمومة إذن طريقة التعيين فيها جوج المدّة يمكن في كل جمعية عمومية نعينه قاضي التنفيذ ويمكن نخليهوا أنت ما عندوش واحد مدّة زمنية ما نعينوش لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنة كانت تجتمع من الجمعية العمومية ويمكن أن يدرس في جدول أعمالها تعيين أو اقتراح قاضي التنفيذ إذن يعين قاضي التنفيذ من طرف رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومة شنو هو الهدف أو الغاية من إحداث هذه المؤسسة المشاريع من إحداث هذه المؤسسة في المادة التانية كانت غايته هي حل مشكلات التنفيذ حل مشكلات صعوبات التنفيذ وخصوصاً المشاكل المرتبطة بتنفيذ الأحكام التجارية في القضاء التجاري كانت هناك مشاكل في تنفيذ القضاء التجاري وصعوبات التنفيذ كان فيها مشكلة لماذا؟ لأن المادة التي مادة التجارية تتميز بالسرعة كنا بأن من خصوصيات التجارة هي أن التجارة تقوم على عنصر الصرعة وعنصر الاعتمام بالتالي صعوبات التنفيذ تؤثر أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية التجارية يؤثر في السوق التجارية ويؤثر في التجار لأنه يضرب عنصرين الاعتمام والسرعة لهذا فكر المشرع عند إحداث القضاء التجاري والقضاء المختص فكر بأن يتجاوز المشاكل بالصعوبات التنفيذ بالتالي جاءت لتتبع القضايا ولتنفيذها بسرعة شنو المشكل اللي متروح ليوم؟ فهذا المحاكم وفهذا القضاء فهذا المؤسسة قاضي التنفيذ اليوم مؤسسة قاضي التنفيذ هي مؤسسة شكلية في المحاكم التجارية عجب بعض محاكم تجارية ما فيهمش قاضي التنفيذ ما كانش كاع قاضي التنفيذ ما داروش وذلك لثلاثة أسباب أساسي السبب الأول هو أن هذه المؤسسة لم تكن فعالة بالشكل الذي توخاه المشرع ما قدرت في السنوات الأولى أن تقوم بالأدوار الموكولة إليها في تتبع تنفيذ القضايا وتنفيذ القضايا والأحكام تجاري السبب الثاني أن مؤسسة قاضي التنفيذ هناك غموض ولبس حول اختصاص هذه المؤسسة غموض وغموض حول اختصاص هذه المؤسسة اختصاص قاضي التنفيذ يتقاطع معامل مع اختصاص أعوال التنفيذ يعني قاضي التنفيذ ما عرفش اليوم ما عندنا الجواب قانوني هل هو مكلف بتتبع التنفيذ أو مكلف بالتنفيذ الأحكام إليك المكلف بتتبع التنفيذ فيحتاج إلى وسائل وإمكانيات لتتبع هذا التنفيذ وإذا هو مكلف بتنفيذ الأحكام بتليخ صنحيده أعوال التنفيذ اللي كيقوموا بتنفيذ بالتالي هذه المشكلة في الاختصاص جعل هذه المؤسسة تولد ميتة يعني ما خرجتش واضحة ما خرجتش جيدة وما قدرتش تكون على عرض واقع وما قدرتش تكون فعالة بناء على غاية المشاركة قدرتش تكون على غاية المشاركة قدرتش تكون على غاية المشاركة نعتاوله الاختصاص وهذا النقطة التالية زائد التتبع زائد التتبع وهناك مشكل تالت مرتبط بهذه المؤسسة هذه المؤسسة تحتاج إلى إمكانيات بشرية وإلى إمكانيات مادية اليوم إذا عيننا قادر التنفيذ في المحكمة ديال أقادير رهتبع له ثلاثة ديال الجهات والأربعة ديال المملكة غاية يخرج من أقادير باش يمشي نفذ في العيون ولا غاية ينفذ في طانطان ولا غاية يتبع الملف كيفاش غاية يدير كان مشكل على مستوى الإمكانيات اللوجيستيكية والإمكانيات البشري قادر التنفيذ يحتاج هذه المؤسسة تحتاج إلى إدارة مالية وإلى إدارة بشري يعني خصوكون عنده الأعوان تحت سلطته وخصوكون عنده مكاتب ماشي داخل المحكمة فقط لأن تتبع تنفيذ القضايا رهما شي هو عمل إداري وقضائي هو عمل يحتاج إلى التنقل إلى مكان التنفيذ وإلى عين المكان أي مكان إجراء تلك التنفيذات وتتبع المآله وهذا يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية لم تعد إلى مؤسسة قاضي التنفيذ لذلك أصبح دوره شكليا فقط تم إحداثه بعض المحاكم وبعض المحاكم لم تخذت هذه المؤسسة والنقطة السادسة والآخرة في الأجهزة هناك جهاز الجمعية العمومية الجمعية العمومية أو الجمعية العامة تحدثنا عليه هو له نفس التركيبة ونفس الاختصاصات المسندة للجمعية العامة في المحاكمين الابتدائي مع واحد تمييز مع تمييز جديد في المحكمة تجارية الجمعية العمومية من اختصاصها اقتراح قاضي التنفيذ الاختصاص الجديد اللي عنده الجديد هو اقتراح قاضي التنفيذ نعود لذكركم بعض المعطيات مرتبطة بالجمعية العمومية وخشفناها واحد تجتمع الجمعية العمومية في المحكمة التجارية في الخمسة عشر يوماً أولى من شهر دجمب يعني كل سنة عند اجتماع سنوة وتجتمع بدعوة من الرئيس كلما دعا الأمر ذلك وهذا كلما دعا الأمر ذلك معمره دعا الأمر إلى ذلك معمره جمعية الجمعية العمومية بل كذلك في الاجتماع السنوي يئما يمر بواحد تصور على ما تتعطيش مهاية من هذا الاجتماع أو في بعض المحاكم قد لا تعقد الجمعية العمومية جوج الجمعية العمومية تتعلف من الرئيس ومن القضاء القضاة ومن قضاة بسن فيهم قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقاضي التنفيذ وقاضي التنفيذ بالإضافة إلى واحد شخص آخر يدخل معهم من هذا الاجتماع دي الجمعية بالإضافة إلى عضوية رئيس كتابة الضبط رئيس كتابة الضبط هو كيكون عضو في الجمعية العمومية ولماذا؟ لكي يقع التواصل بين القرار القضائي والإداري اللي كانت ضمن الجلسات وشنوه الاختصاص دياله؟ واحد إحداث الغرف توزيع المهام بين القضاة وتعيين القضاة في الغرف وكذلك تحديد ساعات وأيام الجلسات هذا هو اختصاص بالإضافة إلى اختصاص الآخر ديال اقتراحه قابل التنفيذ هذه هو المؤسسات الموجودة في المحكمة الابتدائية التجارية بالتالي إلى قرنهم بعد المحكمة الابتدائية غاد يلقوا نفس المؤسسات ونفس الهيئات باستيثناء مؤسسات قابل التنفيذ المستر ما هي المسترة أمام المحكمة التجارية؟ المسترة أمام المحاكم تجارية هذه المسطرة تتميز بأربعة مزايا تتميز بربع هذه المزايا أساسي ويحددها القانون في مجموعة من الفصول نبغي ترجع المسطرة أمام المحكمة التجارية تحتاجون إلى العودة